ثابت في الدين كما هو ثابت في السياسة أن يكون البلد آمناً أميناً بيد الوصية عليه وهذا ما يحتاج البلد اليوم فتكتمل الصورة بكافة أبعادها الوطنية وصولاً إلى حالة العيش بسلام يتلخص القول الفصل بكلمة تؤكد الثابت على نهج متزن فالمرجع الدني على السستاني ينطق بسلطة القانون وهيبة الدولة الرسالة واضحة بلسان السيد السستاني أمام الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلسخارت الذين اجتماعاً للتأكيد على تدعيم ركائز البناء للنهج الديمقراطية يتضح هذا بتركيز السستاني على أهمية إجراء الانتخابات النيابية والشد على يد العراقيين للمشاركة بالانتخابات بشكل واسع ظهور السستاني في مقطع فيديو للقاء الرسمي أمر نادراً ما يحدث وهذا يروي أهمية الوقت العصيب الذي يحتاج العراقيون فيه إلى كلمة ترجح لغة الدستور والقانون لكنه تفسير آخر يطفو على السطح فاللقاء مع بلسخارت غير المنحازة لأي طرف سياسي يشجع السستاني على الظهور والحديث معها سيهم أن الرسالة تحمل عنوين ثابتة تدفع بدعم الحكومة ووضع خارطة طريق لها لتحقيق المنشود بصورة عملية واضحة يتحدث السستاني عن ضبط السلاح المنفلت وغير المرخص وهو تزامن يتفق مع قارب ساعة الانتظار إلى نتيجة صفرية من شلال الدم بسبب زهق الروح على يد الانفلات إذ يتفق الطرفان على ما يرجوه الشعب في أسرع وقت ممكن بلسخارت أكدت المؤكد بتركيز اللقاء مع السستاني على الخطوط الأولى لمواجهة التحديات بالإضافة إلى فتح ملفات الفساد الكبيرة ومحاسبة الفاسدين لقاء يتعزز بروحانية السستاني رجل الدين الأول في العراق ومن مدينة النجف التي لا تقل وزنا عن باقي محافظات البلاد وجميعها في هم مشترك يقبع تحت وطاة الفقر والرهبة من صناعة الموت على يد الخارجين عن القانون أمام كل اختلاف وخلاف تتعظم الرسالة الجامعة بلسان السستاني وصوت الأمم المتحدة في العراق بشكل جامع لأطياف الشعب كافة ومنابعه السياسية مهما تعددت ألوان راياته إلا أن البلاد تحتاج إلى ألوان تزين حفظ القانون وتحترم توجيه المرشد الأعلى الذي يجسد نهجا وطريقا للحكومة في المسيرة المضنية للوصول بالعراق إلى بر الأمان أما ما يحمل لونا ضبابيا وينفلت بمطامع تضرب الوطنية فهو ليس من الجمع حين يكون الجمع هو العراق بالترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة